هوي بريس نحو إعلام هادف وأن هناك من يتواصون بعدم استدعائه وطلب تصريحاته مؤكداً أن ليست هناك وسيلة إعلامية رسمية استدعته في هذا النقاش مشيراً إلى استدعاء منهم أبعد عن الحديث في هذا الأمر وغيغرق البلاد لأنه كين بعض الأشياء ستورط البلد مواقف بن حمزة في الدفاع عن شرع الله وأحكامه ومهاجمة المطالب العلمانية الداعية إلى التخلي عن الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في قوانين المدونة وتعليقاً على عدم استدعاء بن حمزة للمشاركة في النقاش الوطني كتب الأستاذ رضوان نافع إعلام رسمي فاسد يتحكم فيه الفاسدون من الحداثيين وكاره شريعة رب العالمين لا يمثل هذا الشعب المسلم الذي يمول هذا الإعلام عنوة عن طريق الاقتطاعات الإجبارية ثم تسأل عضو رابطة علماء المغرب العربي في منشور له على حسابه في فيسبوك كيف يحرم من هذا الإعلام علماء البلد وكيف ينادون بالحوار الاجتماعي ويستثنون منه أهم مكون مخول للحديث في قضايا مصيرية لها تعلق مباشر بالشراء وأضاف نافع هذا التعسف والتحكم العلماني الذي جاوز كل الحدود ينبغي أن يوقف ولن يوقفه إلا الشعب المسلم فلا يغلبنكم الفاسدون ومن لا يهمهم دين ولا شريعة على دينكم وشريعة ربكم الصحفي إبراهيم بيدون كتب هو الآخر في جدار حسابه على فيسبوك إذا كان أبرز أعضاء المجلس العلمي الأعلى والشخصية العلمية المختارة لإفتاء المغاربة عبر تلفزتهم ممنوعا من الحديث عن مدونة الأسرة في هذا التلفاز فمن سيتكلم؟ مردفا بطبيعة الحال المجال مفتوح في الأخبار والتغطيات والتقارير وعدد من البرامج لمن يطالبون بالتخلي عن الشريعة الإسلامية كمرجعية لقوانين هذه المدونة كما أكد في منشوره أن الأمر يحتاج إلى مسيرة مليونية ليعلم أن المغاربة يرفضون المساس بما تبقى من أحكام شرعية في منظومتهم القانونية والمتعلقة بالأسرة الحصن الأخير المستهدف محمد ميم علق بقوله هم يدركون أن الإعلام هو أداة فعالة لإعادة برمجة الشعب وهذا ما حدث طيلة عشرين سنة الماضية هوية بريس نحو إعلام هادف